بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه في مبدأ كل أمر ومنتهى كان من جملة ما أوصى به الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأحد صحابته الكرام عقبة وهو يمشي معه قال له صلى الله عليه وسلم صل من قطعك وأعطي من حرمك واعفو عم من ظلمك هل ترى في هذه الوصايا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدعو الإنسان أن يكون ضعيف لا والله إنما هي عين القوة أن يصل الإنسان من قطعوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا بصلة الرحم وقال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها فدعانا إلى أن نصل من قطعنا وأن نسأل عمّا آذونا ويريدون أن يقطعوا الأرحام ونحاول بكل جهد أن نتصل معهم وبهم لأجل الله ومرضاً لسيدنا رسول الله وسيراً على نهجه ودربه ومن فعل فهو يفعل أمر عظيم ويفرح بهذا الأمر في القيامة بإذن الله جل وعلا وعطي من حرمك فالعطاء وخاصة عطاء من لا يخشى الفقر لا يكون إلا من قلوب راقية تتسم بالفروسية في الروح وفي النفس وهذه القلوب تعي أن العطاء من عند الله وأن الدنيا لله وأن المال مال الله ولذا قال جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأعظم العطاء ما كان للخصم لأنه لله خالص وأخلص الأعمال وأصح الأعمال ما كان مخلصاً صواباً فكما قال الفضيل إن كان العمل مخلصاً ولم يكن صواباً لا يقبل وإن كان صواباً ولم يكن مخلصاً لا يقبل ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المخلصين وقد تجسد هذا الفعل في يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما ذهب إليه إخوته وقالوا أوفلنا الكيلة وتصدق علينا إنا نراك من المحسنين نظر إلى الماضي بالعفو وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ثم بعد ذلك نظر إلى المستقبل بصورة متأنية قوية ليبني ويعمر يعمر الدنيا بالدين ومن هنا أدخل إلى الوصية الثالثة وعفو عم من ظلمك والعفو يحتاج إلى نفس الراقية وإلى روح تمتلك الفروسية لأن العفو من شيم الكرام قال جل وعلا فمن عفى وأصلح فأجره على الله وقال تعالى في صفات المتقين لما أمرنا بالمسارعة إلى القيرات فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقد تعلمنا من أشياخنا من أهل الله أن من عصى الله فينا نتق الله فيه فجزاء الإحسان الإحسان وجزاء الإساءة من بعض الناس الإحسان لأجل الله ومرضاة لله وسيرا على درب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحسن هذا الفعل ولا يستطيع أن يقوم بهذا الأمر إلا من اصطفاهم الله تبارك وتعالى وتخلقوا بأخلاق الحبيب صلى الله على حضرته الذي خاطبه ربه فقال وإنك لعلى خلق عظيم والذي عفى عمن ظلموه وآذوه في مكة لما عاد إليها فاتحا بفضل من الله وبأمر من الله قال لقومه ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء فانظر إلى هذه الوصية لسيما في هذه الأيام المباركة التي نعيش فيها الآن فنحن في أيام الخيرات والبركات والنفحات فحاول أن تصل من قطعك وأعطي من حرمك واعفو عن من ظلمك وتعامل مع الله جل وعلا بفهم وحكمة وإن الله تعالى لا يوضع أجر من أحسن عمل اللهم يا عالم السر منا لا تكشف السطر عنا وعافنا واعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالم لا يعلم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم